اشتركوا في القناة مواقع الالكترونية ومواقع الصحف البداية دائما نبدأها من الشأن المحلي العراقي لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا حيكم الله مشاهدين من جديد نبدأ هذه الحلقة من ابرز حدث محلي سنتابعه من صحيفة الجورنال لجنة برلمانية تكشف عن مخالفات بنظام اتحاد الكرة اعلنت لجنة الشباب ورياضة البرلمانية ان النظام الداخلي لاتحاد الكرة فيه مخالفات قانونية ودستورية اللجنة وفي بيان لها نقلته صحيفة جورنال اكدت فيه ان النظام الاساسي لاتحاد الكرة العراقي فيه مخالفات كثيرة منها دستورية وقانونية ومنها ما يخالف النظام الديمقراطي في العراق وفيه ايضا تكريس لبقاء مجموعة اشخاص في مناصبهم لمدة طويلة من الزمن وشددت اللجنة على ضرورة اجراء تعديل على بعض نصوص نظام اتحاد الكرة بالتنسيق مع هيئته العامة من الجورنال نتابعه في سبورتجرام رئيس لجنة انتخابات الكرة يقول ان الاعلام المغرض كما وصفه هو من دفعه للاستقالة نفى رئيس لجنة انتخابات اتحاد الكرة الدكتور محمد قحطان ان تكون هناك ضغوطات من اتحاد الكرة قد دفعته لتقديم استقالته وقال قحطان ان الاساءة من بعض الاعلامين المغرضين هي السبب الرئيس في الاستقالة واكد ان قرار الاستقال الذي اتخذه سيكون من دون رجعة ويشار الى ان الدكتور محمد قحطان كان قد تم تعينه رئيسا للجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة والتي ستقام في نهاية ايار المقبل في هذا الملف نتابع ايضا في الغدب ريس درجال عدنان درجال يجري حراكا كبيرا من اجل العودة لانتخابات جمهورية القدم ما زال اللعب الدولي السابق عدنان درجال يواصل حراكه من اجل الدخول الى انتخابات اتحاد الكرة العراقي مرة اخرى بعد استبعاده وقال مصدر للغدب رئيس درجال عقد اجتماعا مهما مع كتلة المبعدين عن انتخابات للتخطيط من اجل عودتهم للترشيح مرة ثانية مبينا ان هناك نية لعقب مؤتمر كبير تكشف من خلاله جميع الاوراق ومن كان السبب وراء استبعاد المرشحين ونتابع في وثيقة رسمية للزوراء النادي الابيض يطالب الاتحاد العراقي برفض اشعارات العنصرية طلبت ادارة نادي الزوراء الاتحاد العراقي لكرة القدم بمعاقبة الجماهير التي تردد اشعارات العنصرية ضد النادي الابيض وقدت ادارة النوارس انها ستخاطب الاتحادين الدولي والاسيوي في حال عدم استجابة الاتحاد العراقي تبع حملت ادارة الزوراء حكم مباراة لكلاسيكو خسارة فريقها امام القوة الجوية مطالبة اتحاد الكرة بعدم تسمية الحكم لقيادة اي مباراة يكون الزوراء طرفا فيها نتابع في صحيفة بلاد اليوم ادارة الصناعات الكهربائية تتمسك بمدربها علمت ادارة الصناعات الكهربائية تمسكها بخدمات المدرب عماد عودة وعدم التفريط بخدماته خلال المرحلة المقبلة من عمر الدور العراقي الممتاز وذكر رئيس النادي علي خلف ان كل ما يشاع حول رغبة الفريق بإقالة الملاك التدريبي عن منصبه وعار عن الصحة واشار الى ان ادارة الصناعات متمسكة بخدمات عودة وطاقمه المساعد واشدى خلف بالمجهودات الكبيرة التي يقدمها الفريق خلال منافسة دور الكرة الممتاز وفي بلادي ايضا سنتابع فيصل عزيز يقول ان هدفه القضاء على ظاهرة التزوير عقدت اللجنة المشرفة على فرق الفئات العمرية بكرة القدم في نادي الشرطة الرياضي اجتماعا مع مدربية الفريق للتباحث بشأن خطة العمل والاستراتيجية المقبلة وكذا المشرف على الفئات العمرية فيصل عزيز ان اللجنة طالبت بضرورة وابع خطة عمل مستقبلية من اجل شاء قاعدة كروية رصينة تكون خير رافض للفريق الاول تاسع عشر من نيسان الجاري موعدا لانطلاق منافسات الاندية المشاركة في التصفيات الاخيرة من الدور العراقي اللجنة قررت انطلاق منافسات الاندية في محافظة بابل بمشاركة فرق مصاف الوسط والجيش والنجدة والنيل والمحاويل ومصافي اجنوب وكذلك البلدي يشار الى ان المنافسات ستكون على شكل نظام الدوري وتتأهل الفرق الاربع الاولى الى النهائيات ومن ثم يلعبون بنظام التقاطع والفائزان يتاهلان الى المباراة النيائية التي سيحدد وقتها لاحقا من موقع الاتحاد الى موقع اللجنة الولمبية الوطنية تأهل منتخبنا للمبارزة الى نهائيات العالم نجح لعب منتخبنا الشبابي للمبارزة فئة السيف العربي في التأهل الى نهائيات بطولة العالم المتواصلة فعليتها بمدينة فيرونا الايطالية وجاءته المنتخبون بعد خطف اللعب محمد فاخر صدارة مجموعاته بتحقيق خمسة انتصارات عن جدارة واستحباق مقابل الخسارة في نزال وحيد وكذت اللجنة الولمبية المشاركة في نائيات العالم حلم لا يتحقق بسهولة لذلك فانها ستعمل على استغلال المشاركة بافضل صورة ممكنة في موقعه بفيسبوك انطلاق معسكر المنتخب العراقي للكبادي في الديوانية انطلق المعسكر الاعدادين للمنتخب العراقي للكبادي في مدينة الديوانية لاكتشاف عدد من اللاعبين لمن لم تسنح لهم الفرصة مسبقا لتمثيل المنتخب واجرى لعب الكبادي اولى تمارينهم وتضمن محاضرة رحب فيها حميد الحمداني باللعابين المنضمين للمعسكر مستعرضا معهم الخطوط العريضة للمعسكر والاهداف المنتظرة منه اكد الحمداني على همية المرحلة المقبلة التي تتضلب من الجميع بدل اقصد جهود لتحقيق نتائج ايجابية للمنتخب في الدورة الاسيوية من فيسبوك نعود الى موقع لجنة الولمبية حيث منتخب النشئات العراقية يتالو الى انهائيات اسيا بكرة الطاولة اقتتمت بطولة غرب اسيا لكرة الطاولة التي اقيمت في العاصمة الاردنية عمان بمشاركة تسعة دول او تسع دول بينها العراق وكانت مشاركة العراقية الاكبر بين جميع الوفود المشاركة حيث كان عدد الوف ستة وثلاثون واسترك في جميع الفئات والمنافسات الفردية والفرقية وكان العراق هو الرقم الصعب في هذه البطولة حيث اشادت جميع الوفود الحاضرة بالمستوى الفني للعبين حيث حصد العراق اربعة عشر ميدالية ملونة اما الان مشاهدين نأخذكم الى ابرز الاحداث العربية بعد فاصل قصير ايضا وجدد الترحب بكم مشاهدين اهلا بكم الى الاحداث العربية نتبع في سبوك 360 ثلاثة اندية يمثلون الامارات في ابطال العرب على الاتحاد الاماراتي رسميا ان اندية العين والجزيرة والوصلة سيمثلون البلاد في البطولة العربية للاندية التي تبدأ فيها بالمقبل وقال عبدالله الجنيبي نائب رئيس الاتحاد الاماراتي انه سيوفر كل عناصر النجاح لهذا التجمع العربي مؤتبرا ان مشاركة الامارات في البطولة يأتي في ظل السعي الدائم والمستمر لتجسيد وتعزيز اواصر صداقة والمحبة بين الشباب العربي في كافة المجالات خاصة المجال الرياضي عربيا ايضا نتابع في موقع الاتحاد السعودي على تويتر الاتحاد يجري بعض التغييرات اجرى الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديلا جديدا فيما يتعلق بمشاركة اللاعبين الاجانب مع فرقهم في المنافسات المحلية بداية من الموسم المقبل ومنح اتحاد الكرة بوء الاخضر لفرق دور المحترفين بالاستعانة بخدمات سبعة لعبين محترفين في القائمة الاساسية لكل مباراة شرطا يتواجد لاعب منهم على الاقل على مقاعد البدلاء ويذكر ان القانون الحالي يقضي بالاستعانة بستة اجانب فقط مع استبعاد لاعب محترف على الاقل من القائمة الاساسية لكل فريق في المباريات الرسمية وفي تويتر نتابع ايضا وفي صفحته نايف هزازي يعلن انتقاله الى طريق روماني كشف اللاعب السعودي نايف هزازي عن وجهته بعد انفسق عقده مع التعاون السعودي بسبب سوء مستوى في الفترة الاخيرة وغرض اللاعب الدولي عبر تويتر قائلا انه اتفق مع نادي بوتوساني الروماني لتمثيل صفوفه لموسم ونصف متمنع ان يقدم ما هو مطلوب منه مع ناديه الجديد دولا يلعب هزازي هذا الموسم سوى تسع مباريات بقميص التعاون وسجل هدفين فقط بعدها رحل في المركات الشتوي تابعوا في الموقع الرسمي لنادي الاهل المصري الاحمر يتلقى دعوة للمشاركة في دورة تبوك تلقى النادي الاهل المصري دعوة رسمية للمشاركة في دورة تبوك الودية الدولية بالمملكة العربية السعودية وكذا عبدالعزيز عبدالشافي المدير الرياضي بالنادي الاهلي ان فريقه تلقى دعوة للمشاركة في الدورة خلال شهر حزيران المقبل بمشاركة انديات سعودية وعدد من الانديات الخارجية وكذا المدير الرياضي نوتم تحويل الدعوة لجهز الفنين الفريق لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ترتيبات الموسم الجديد وفي الاسبورت نتابع رسميا التضامن يهبط الى دور الدرجة الاولى الكويتي هبط فريق التضامن الى دور درجة الاولى الكويتي بشكل رسمي بعد خسارة من الجهراء في منافسات جولة الثامنة عشرة من دور فيفا لكرة القدم وتجمد رصيد التضامن عند عشر نقاط قبل ثلاث جولات من النهاية فيما رفعت جهراء رصيده الى اثنتين وعشرين نقطة انعشت اماله في الابتعاد عن منطقة خطر المتمثلة في المركز السابع الذي يجبر ساحبه على خوض لقاء او لقاء فاصل مع ثانية درجة الاولى وبدورها عبرت دارة التضامن عن استيائها الشديد بعض الهبوط واكدت انها ستعمل على اعادة الفريق مرة اخرى للأضوان وعربيا نتابع في موقع كورة معاقبة الجيش واكادير بسبب سلوك الجماهيرة وقعت لجنة الانضباط والتأديم مجموعة من العقوبات والغرامات ضد بعض انضية الدور المغربي وفرضت اللجنة غرامة مالية على الجيش الملكي وحسنية كادير في حدود ثلاثة الاف دولار بسبب استعمال جماهير النديين للعاب النارية في المواجهة التي جمعت الفريقين برسم جولة الثالثة والعشرين من الدور الاحترافي كما قبت نفس اللجنة بمعاقبة حارس الدفاع الجديد يحيى الفلال بالتوقيف مبارتين وفي موقع فيسبوك وفاة حارس مرمى جزائري اثناء التدريبات في جزائر نتابع توفي حارس مرمى الفريق الرديف لاتحاد العاصمة عبد الرحمن بويرمان بعد تعرضه لازمة قلبية خلال التدريبات على ملعب عمر حمادي وقال نادي اتحاد العاصمة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ان الحارس الشاب تعرض لنوبة قلبية نثناء التدريبات عبرت اسرة الفريق عن صدمتها وحزنها العميق لهذا المصاب الجلل ووجهت تعزيها لعائلة الفقيد ونتابع في الوفد ايضا مصر تبث مباريات مونديال روسيا نجح هاني ابو ريدا رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في الحصول على حقوق البث الارضي لمباريات مصر في مونديال روسيا وذكر طريقة العامة للاستعلامات المصرية نجهود الكبيرة والمباحثات المكثفة التي بوضلت افضل الاتفاق مع بعض الجهات لبث مباريات الفراعينة في بطولة كأس العالم المقبلة على التلفزيون المصري يذكر ان منتخب مصر سيشارك في بطولة مونديال روسيا بعد غياب دام 28 عاما وضعت قرعة البطولة منتخب الفراعينة في المجموعة الاولى الى جانب منتخب روسيا المضيف وارغواي والسعودية من الوفد الى ارتي سبورت منتخب عربي يشارك في كوبا اميركا 2019 منتظر ان يشارك في بطولة كوبا اميركا لكرة القدم المزمع قامتها في البرازي للعمل المقبل 16 منتخبا بينهم المنتخب القطري البطولة ستشهد مشاركة المنتخبات العشرة التي تنتم الى اتحاد قارة اميركا الجنوبية بإضافة الى 6 منتخبات ستتم الدعوت للبطولة وهي قطر التي تستضيف مونديال 2022 والصين واليابان والرئة المتحدة الامريكية والمكسيك ومنتخب اخر ستحدد هويته في وقت اللاحق وتعتبر تيلي هي حاملة لقب النسختين الاخيرتين في البطولة اللاتينية عربيا ايضا وفي سكاينيوز تونس تمنع رياضيين اسرائيليين من المشاركة بمسابقة تايكواندو منعت محكمة في تونس العاصمة اربعة رياضيين اسرائيليين من المنافسة في بطولة العالم للتايكواندو للنسئين وقال مسؤول ان قضائيين المحكمة اصدرت قرارها بعدما رفعت مجموعة تونسية تعرف باسم الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية رفعت دعوة ضد رئيس اتحاد التايكواندو التونسي احمد جعلول وضف المتحدث باسم الادعاء سوفيان سليتي ان قرار المحكمة ينص على ان جعلول لا يمكنه دعوة وصدافة الرياضيين الاسرائيليين الاربعة المضوعين في قائمة المتسابقين اما الان مشاهدينا ننتقل بكم الى الاحداث العالمية اهلا بكم مشاهدينا لجزء الاخير من هذه الحلقة وابرز الاحداث العالمية نتابعها في موقع بيرن يونخ الالماني المانيا تتلقى انباء سارة قبل مونديال روسيا تلقى المنتقب الالماني لكرة القدم منباء سارة قبل شهرين من انطلاق مونديال روسيا بعدما عاد حارس المانشات منويل نوير الى التدريبات الجماعية مع فريق بيرن ميونخ ونشر نادي الباذري على صفحة رسمية في تويتر صورا خلال الحصة التدريبية الاولى لنوير الذي قاب عن الملاعب لمدة ستة اشهر بسبب الاصابة ويتوقع ان يكون نوير ضمن قائمة منتخب المانيا المشاركة في مندال روسيا الصيف المقبل اذ تعاف بالكامل واستعاد مكانه الاساسي في حراسة مرمى النادي الباذري في حدث المحلي اخر نتابع في صحيفة ميرور الاصابة تهدد مشاركة لاعب ليفربول في المونديال اكدت صحيفة ميرور البريطانية ان متوسط ميدان ندي لبربول الالماني امريجان سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي وجه ايضا خطر الغياب عن مونديال روسيا وقالت الصحيفة ان امري الذي غب عن مباراة ماشيستر سيتي بسبب اصابة في البار سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم وبت الدولي الالماني مهددا بالغياب ايضا عن بطولة كأس العالم المزمع اقامتها في روسيا وقعت قرات المونديال المانيا حاملة اللقب في المجموعة السادسية لجانب منتخبات المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية في موقعه الرسمي يوفا يفتح تحقيقا تأديبيا بعد حادثة حافلة الستي فتح الاتحاد الوربي لكرة القدم تحقيقا تأديبيا فالاعتداء الذي تعرضت له حافلة فريق منشستر الانجليزي قبل مبارات ضد مضيف ومواطني لفربول في ذهاب ربع نهاء دور الأبطال وتردت الحافلة التي تقل لعبية سيتزنز الى الرعم بمقذوفات مثل الززاجات والألعاب النارية وتم الاتحاد القاريج مهير لفربول بارتكاب أعمال تخريب قبل المواجهة الأوروبية وأشار إلى أن لجنة رقابة والإخلاقيات والتأديب التابع على الاتحاد ستتولى النظر في هذه القضية في الحادي وثلاثين من آيار المقبل نتابع أيضا في صحيفة لكيف الفرنسية باريس يمثل أمام لجنة الوفا المالية قالت وسائل العام الفرنسية أن ممثل أو ممثل عن باريس ساند جورمان سيمثل أمام هيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في العشرين من نيسان الحالي في طر التحقيق المطوح بشأن خرق محتمل لقواعد اللعبة المالية النظيف وذكرت صحيفة لكيف أن على باريس إقناع مسؤولي الهيئة المالية للاتحاد الأوروبي بصحة أرقام نادي الفرنسي وذلك بعد أن استثمر أكثر من 400 مليون يورو في التعقدات التي جرت خلال الصيف الماضي مع نايمار وكليان مبابي وبالإضافة إلى ذلك سيكون على باريس تبرير العديد من عقود الرعاية القائمة حاليا ومعظمها يأتي من دولة قطار تابعوا في موقعها الرسمي أيضا ميلان يمدد عقد مدربه جاتوزو علن نادي عيسي ميلان الإيطالي تمدد عقد مدربه جاتوزو لمدة ثلاثة مواسم إضافية بعدما نجح العقب الوسط السابق في إحداث انتفاضة في أداء رسونيري وذكر نادي ميلان في بيان رسمية أن الإدارة قررت تمدد عقد جاتوزو مكافأة لعمل هجاد بأفضل طريقة ممكنة قبل نهاية الموسم من جاته قال جاتوزو نعتمنى في عادة ميلان إلى الطريق الصحيح حيث اعتاد أن يكون من إيطاليا إلى إسبانيا وفي صحيفة آس نتابع جاريث بيل يرفض الرحيل عن مدريد ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد قد يواجه أزمة بخصوص مستقبل النجم الوفزي جاريث بيل الذي بات رحيله عن الفريق الملكي في الميركاتو الصيفي أمرا واردا جدا وضحت الصحيفة أن جاريث بيل غضب جدا بسبب تجاهله من قبل المدارب زيندين زيدان لكن رغم ذلك يرفض فكرة الرحيل عن النادي الأبيض في الصيف وضفت الصحيفة أن ريال مدريد اتخذ قراره بالتخلص من بيل في الصيف وستكون إدارة النادي مضطرة لوضعه في السوق الأمر الذي سيجعل سعره ينخفض بشكل كبير يتابع أيضا في صحيفة سبورت الإسبانية تشيلسي يحصن هازارد من عيون ريال مدريد براتب فلكي لأن تشيلسي الانجليزي رفع راتب نجمه إيدين هازارد إلى لإقناعه بالبقاء في لندن وعدم الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية فأن النجم البلجيكي أحد أهم أهداف النادي الملكي خلال الصيف المقبل إلى أن تشيلسي يعتزم رفع راتب الأسبوعي إلى 350 ألف جنيه استريني وفي حال فشلت مساعي النادي للإبقاء على لاعبه فأن تشيلسي سيطلب ما لا يقل عن 100 مليون يورو للتخلي عن هازارد بحسب صحيفة سبورت الإسبانية نتابع تغريدة على تويتر تؤكد قرب انتقال بوفون إلى الدور السعودي تستعد إدارة النصر السعودي لدخول موسم الانتقالات الصيفية المقبلة بكل قوة لتبعيم صفوف الفريق لإعادة العالم إلى منصات التطويج بعد غيب في الفترة الأخيرة وتمل الإدارة النصروية في استغلال قرار السماح بالتعاقد مع حارس أجنبي من إعادة هيكلة حراسة المرمى بحارس كبير ذو سجل مليء بالأرقام والإنجازات وفي هذا صدد نشر صحفي سعودي يدعى محمد العاطفي تغريدة يؤكد فيها اقتراب بدارة النصر من التعاقد مع العملاق بوظون الذي ينتعي عقده مايوفينتوس الإيطالي في الصيف المقبل متابع في صحيفة البايس فريق ذنزولي يطرد لاعبين بتهمة تعذيب كطة طرد فريق زوليا الذنزولي لكرة القدم اللاعبين ديفيد باريو وأدوين كيرو بعد نشر أحدهما الأسبوع الماضي صورا تظهر فيها سوء معاملة لكطة وجاء في بيان الفريق أنه تم طرد اللاعبين لانتاكما قواعد النادي والتورط في تصرفات لا تتماشى مع القيم الأساسية لهذه المؤسسة وبحسب وسائل الإعلام الذنزولية فأن القط لا يزال على قيد القياة بعد ان تعرض لمعاملة عنيفة جدا من اللاعبين وفي صحيفة ديلي ميل نتابع وفاة اللاعب السابق للمنتخب الإنجليزي راي ويليكنز توفي قائد منتخب إنجلترا السابق راي ويليكنز في أحدى مستشفيات لندن عقب تعرضه لأزمة قلبية وعن ويليكنز من توقف في القلب وأدخل إلى مستشفى سانت جورج حيث وضعه لطباء في غيبوبة صناعية وقالت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لكرة القدم إنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة راي ويليكنز الذي شارك في 84 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا عملا مشاهدين فوصلنا إلى ختام هذه الحلقة انتظرونا في حلقة جديدة لسبوع المقبل في أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر